عقب ضغوط من المجلس العسكري فرنسا بين الانسحاب أو تغيير شكل وجودها العسكري في ماله معادلة باتت تؤرق باريس في ظل ما تراه معوقات بات يضعها العسكريون في وجه جهود تحركات الجيش الفرنسي ضد المجموعات المتطرفة ظروف دفعت وزيرة الدفاع الفرنسية للتأكيد أن قوات بلادها لا يمكنها البقاء في ماله بأي ثمن وهو ما لمح إليه وزير الخارجي الفرنسي جون إيف لودريان الذي حذر من أن فرنسا وشركائها الأوروبيين لم يعد بإمكانهم الوجود على هذا النحو في ماله الوضع في ماله كما هو لم يعد خياراً وقد قلت ذلك مراراً نباشر الآن مشاورات مع شركائنا لتقييم الوضع وتأكيف قواتنا مع المعطيات الجديدة وتثير العلاقات المتوترة بشكل متزايد بين العسكريين في مالي وباريس تساؤلات حول مستقبل الحضور العسكري الفرنسي والأوروبي هناك إذ تتهم باريس المجلس العسكري في ماله برفض تنظيم انتخابات عاجلة تعيد السلطة للمدنيين إضافة لاستنجاده بمجموعة فاغنر الروسية رغم نفي المجلس الرسمي ذلك علاقات ازدادت توتراً مؤخراً بعد طلب السلطات في ماله من القوات الدنماركية المشاركة في قوة تاكوبا الأوروبية التي تقودها فرنسا مغادرة البلاد وهو ما اعتبرته باريس إهانة كل ذلك زاد من الضغوط على باريس التي تنخرط عسكرياً في ماله منذ عام 2012 في مكافحة المتطرفين وقد كلفها ذلك 52 قتيلاً ومليارات اليوروهات